لم يحسم الرئيس السوري بشار الأسد الجدل بشأن مكان تواجده فاللقطات التي بثهت تلفزيون السوري له أثناء أداء وزير الدفاع الجديد العماد فهد جاسم لفريج اليمينة الدستورية لا توضح مكان وزمان التصوير وكانت التكهنات المتعلقة بمكان الرئيس السوري قد بدأت تنتشر بعد تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق وخصوصا أن الأسد لم يظهر فور الإعلان عن مقتل صهره واثنين آخرين من كبار قادته ولم يلقي أي بيان يتعلق بالتفجير واذ أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن لمعلومات لديه في هذا الشأن نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي ومصادر بالمعارضة قولهم أن الأسد انتقل إلى مدينة اللاذقية وأنه يدير العمليات العسكرية من هناك وما عزز هذه الشكوك المعارك الدائرة منذ أيام في العاصمة دمشق واقتراب القتال من القصر الرئاسي ربما أصبح الأسد خارج دمشق وربما ما زال في قصر المهاجرين لكن الأكيد أن دمشق لم تعد دمشق ترجمة نانسي قنع